تعالوا بقى نروح أنا بتفهم معاك وخلاص أنا وأنت عايزين نتفق برضو إن إحنا الملف ده عايزين نقفله خلاص خلينا بقى نركز في اللي جاي ودلوقتي خلونا نروح ليه الخبر الخاص بالأهلي ويه المعسكر المغلق خلاص لأن الأهلي حيدخل معسكر مغلق زي ما أنت عارف كريم ويه حيكون مرانه الأخير كمان إحنا عندنا ماتش غزل المحلة وأعتقد يعني ماتش في غاية الأهمية ودمن طبعا منافسات ونسبة الدوري والمران الأخير حيكون النهار ده قبل ما يختار بقى كابتن سامي قمصان التيم زي ما بتقال أول قائمة وأنا متفقلة برضو إن شاء الله خير يعني يا كريم ما فيش مشكلة أنا أعتقد أن كابتن سامي برضو كابتن سامي عبد الحفيز تكلم عن سلبيات وإيجابيات مباراة الزمالك وكمان أهمية غلق الصفحة دي والتركيز بقى في الخطوات اللي جاية من ناحية تانية برضو لو إحنا هنتطمن أو نطمن حضراتكو على آليو ديانج ومحمد عبد المنعم فيه جلسات لتدريبات بدنية وتأهيل في الجام كانت يعني خضوها على هامش طبعا المران الجماعي ده كان للفريق مبارا فكل التوفيق أنا خلاص من الناس اللي رايحة جدا لنقطة الناس الكريم خلونا نبص القدام يعني بلاش الحزن ياخد وقت طويل معنا ولا الفرح يعني إحنا تعودنا كده دايما إن لا بنفرح بشكل مطول ولا بنحزن بشكل مطول خلية نشوف اللي جاي لسه نقاطنا برضو فيها أمل كبير جدا من المؤجلات اللي عندنا فالدوري بإذن الله أن السنة دي أو الموسم ده يكون أهلاوي أنا من الناس اللي واخدها الحيزة أو الناس المؤمنة نبدأ جدا إن شاء الله ربنا سهل حال إن شاء الله